طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة البيتكوين برمز البيتي سي بسعر اثنين وربعين الف دولار وثمانمية تقريبا ماركت كاب ثمانمية مليار تقريبا تسعو عشرين الفوليوم يومي بتسعو عشرين مليار برانك واحد طبعا البيتكوين ما يحتاجنا تكلم عن زيادة هذي قناتنا في تليجرام اللي حابي انه ينضم لنا لقناتنا تليجرام يا مرحبا بك رابط قناتنا اسفل الفيديو قناتنا مهتمة بالاخبار ونحط تحليل العملات وعدنا خدمة ادارة الحساب اللي نديرها من خلالك طبعا عدنا صفقات ما شاء الله حلوة عدنا الشباب ما شاء ربحان يرقام حلوة عدنا واحد من الشباب ربحان ستة واربعين الف دولار من خلال صفقة وحدة عدنا يعني مختلف الصفقات هنا واحد اربعين الف دولار من خلال صفقة وحدة طبعا هذا كله في خدمة ادارة الحساب طبعا لو نشوف هذا تشارت عملتنا عملة البيتكوين على شمعة الأسبوع لو نشوف البيتكوين تقريبا بعد الترند الصاعد اللي كان من 9 يناير تم يصعد يصعد بعدين صار كسر للترند ورجع هبط الحين عطاننا ورجع صعد للأعلى حلوين حلوين مبدئيا أنا أعرف الأغلب حين البيتكوين بين وبين بين نارين يا أن نشوف هبوط لمنطقة أنا بالنسبة لي المس الدعم هذا أو الترند هذا على السعر 36300 تقريبا أو يوصل لغاية الـ 52000 يعني أنا بحطي لكم مستطيل يا السعر يوصل هنا في هذا الرقم أو يوصل في هذا الرقم وينزل يعني أنا بالنسبة لي البيتكوين بين النارين هاي يعني البيتكوين بالنسبة لي يا يروح في هذا البوكس ويرجع ينزل يا أنه ينزل في هذا البوكس تقريبا خلنا نشوف دعم هنا أيوه شديه تقريبا تأكد بس من الارتفاع لا أحب فوق ثمانية أوكي يعني أنا بالنسبة لي يا أن البيتكوين يصعد من 48000 لغاية 52000 نشوف البيتكوين ممكن نشوف صعود له يا أن نشوف طبوط لغاية هالمستويات حلوين حلوين أنا بالنسبة لي ممكن أشوف السوق صعود مبدئيا خاصة ليش لأنه تم سد الثغرة الفجوة السعرية من خلال الشمعة هذه الشمعة السبوعية هذه اللي بدت كم من يوم تم سدها تم سد الثغرة السعرية هاي فمدامنا تم سد الثغرة ورجع صحح أنا بالنسبة لي راح نشوف البيتكوين في من 48000 لغاية الـ 5000 بعدها ممكن نشوف هبوط ممكن يكون الهبوط إلى منطقة يعني بعدها الترند بيرتفع ممكن الترند عقب حتى ممكن تنزل إلى منطقة 38500 تقريبا على هذه المستويات أنا مبدئيا هذه النظرات لي للبيتكوين يعني أنا عارف الشباب يحبون الصفقات فأنا لو حطيت عفوا هذي طبعا تليجرام عندنا الشباب اللي يستفسر عن الاشتراكات اللي يستفسر عن شو ما كان حتى هنيه تليجرام أنا تليجرام خلنا بس حق إدارة الحساب الصراحة حق الموضوع هذا المهم بيكون الهدف هني الستوبلوز إذا أغلق البيتكوين أذنى الـ 56000 عفوا 36000 نغلق الصفقة لكن يعني أنا بالنسبة لي إذا أغلق أغلاق يومي يعني أنا بالنسبة لي لأن أغلق تحت الرقم أنا بالنسبة لي ويت صعب تحت الـ 36 أغلق تحت الـ 36 يعني الثوق ممكن رح ينزل أكثر دخول حالي الحين أنا بالنسبة لي دخول جيد يعتبره الحين مش سيئ هدف أول بيكون تقريبا على السعر تقريبا تقريبا خلنا نشوف هدف أول بيكون على السعر تقريبا هدف أول بيكون في 45000 هدف أول هدف ثاني بيكون تقريبا 47000 تقريبا هنا نشوف نشوف الهدف ثاني هدف 47000 الهدف الثالث بيكون 48 هدف الأخير 22 عفوا الهدف الثالث بيكون 48 الهدف الأخير 52000 هذه الهداف مثل ما قلنا الستو بلوز بيكون على 36000 إذا أغلق شمعة اليوم أدنى هذه المستويات أو حتى الأربع ساعات أنا بالنسبة لي يعتبر جدا سلبي يعني ممكن نشوف البيتكون يبدأ يهبط إلى الـ 31 ماستبع الـ 32 في حال كسر هذه المنطقة فهدينكم خلصنا يعطيكم العافية طبعا اللي حابة أن يستفسر عن خدمة إدارة الحساب يا مرحبابك أو يستفسر عن أي شي ثاني يا مرحبابك يعني عندنا صفقات ما شاء الله نار 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 يعني ادخل وبتشوف قناتنا في التليجرام كيف الأرباح عندنا ما شاء الله هنا واحد من شباب حقق 3400 دولار هاي الصفقة أمس فاتحينها واليوم غلقناها ما شاء الله 1400 بالمئة تقريبا حتى أمس كنا نحطين تحليل هذه العملة يعني أمس عملة بنك يعني حتى اللي كان معاننا أمس شاف التحليل كيف حطينا الصفقة هني ولله الحمد نحن سكرنا هني ممكن راح نرجع ندخل في التصحيح يعني مجرد ما نشوف العملة بذات الصححة راح نرجع ندخل مرة ثانية ندخل ونضرب ونطلع لله الحمد يعطيكم العافية ومفجي خير ترجمة نانسي قنقر